كمان من اللقطات اللي كانت بارزك بنسبة كبيرة في تدريب الامس وهو حرص الكابتن محمود الخطيب على الاستمرار مع البعثة الكابتن محمود الخطيب كان المفروض بعد مباراة تحت جده هيسافر من تاني الى الامارات ويجي على مباراة فلورو منسي 48 ساعة ويرجع من الامارات على السعودية ولكن الكابتن بعد مباراة تحت جده فضل البقاء مع الفريق وامبارح كانت فيه لقطة جامعته مع محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي حارس الفريق واللقطة دي كانت يعني تريند مبارح على السوشيال ميديا الصورة قدامكم على الشاشة محدش يتخيل او محدش يعتقد ان ممكن الشناوي بيتكلم مع الكابتن فارود اقفل الجزية دي محدش يتخيل او يعتقد ان ممكن الكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع الشناوي على ليحة المكافآت والجزاءات والعقوبات السابقة والنتاج القادمة اقفل الجانب ده اللي هيتكلم على ده يوم ما يعرفش الاهلي كويس اللي هيتكلم على ده يوم ما يعرفش الناس في الاهلي بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي الجلسة دي الكلام فيها على ايه الجلسة دي الكلام فيها على مباراة يوم الاثنين الكلام في الجلسة على اللحظات التاريخية اللي هتعيشها بأسة الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان النهاردة الجلسة دي بتتكلم على اللحظات اللي عايشتها البأسة في الفترة الاخيرة في جدة وحالة التحام الجماهير وتوجد الجماهير مع الفريق في كل التحرقات في مدينة تجدة الفريق بيتكلم في ايه انت كابتن الفريق اللعيبة بتتلم مع بعض بتتكلم مع بعض كل التفاصيل دي الكابتن محمود الخطيب اكيد بيتكلم فيها مع محمد الشناو وعلى فكرة يا جماعة كمان الشناو لو لي طلب او بيتكلم في حاجة ما يفعش يتخطى مجيل الكورة ويروح للمشرف على الكورة او رئيس النادي ده سيستم ده سيستم العمل في النادي الاهلي من زمان سواء اللي اشتغل داخل النادي الاهلي في المنظومة او حتى من بره من جرة بس ما بيسمع ويسمع ويقرأ ويشوف ايه اللي بيتعال عن الاهلي دايما فيه كده قواعد معينة فالجلسة دي محدش يصورها النهاردة على انها تفاصيل تانية انا باكد لكم كل التفاصيل اللي البعض ممكن يتخيلها مش حقيقية زي التفاصيل تانية البعض حاول يتخيلها او يسردها في فترة سابقة على ان كابتن حسن حمدي متدايق من بعض صفقات انضمت الفريق ان فيه غضب من انضمام امام عشور ان فيه زعل مش عارف ايه كابتن حسن حمدي بيقاطع كل الاحداث اللي موجودة في النادي الاهلي وانا اقولتكم قبل كده الكلام ده كله غير صحيح كابتن حسن حمدي موجود في البطولة حضر ماتش الافتتاح مستمر ومتواجد مع البعثة وانبارح كان موجود في التدريب الاساسي والتقى باللاعبين وسلم على كل اللاعبين يعني كل الكلام اللي كان بيتكتب في السوشيال ميديا الفترة اللي فاته وبيتقال في بعض البرامج كان كلام غلط لقطة دي الصورة في اللقطة دي يا جماعة لو للأسف لو كان معنا الصورة من اولها او اللقطة من اولها بصوا كابتن حسن حمدي في المقدمة يعني حتى البعض يقول لك رئيس النادي نظام عائلة الاهلي كده احترام الكوادر واحترام الرموز والأساطير كابتن حسن حمدي احد أساطير واحد الرموز التاريخية في النادي الاهلي بيتقدم الصفوف مع الكابتن محمود الخطيم مع المهندس خالد مرتاجي مع دكتور محمد شوقي هو ده عائلة النادي الاهلي وهي ده عائلة النادي الاهلي في احترام للرموز في احترام للأساطير في احترام للناس اللي خدمت النادي الاهلي على مدار السنين وتواصل الأجيال هو ده النادي الأهلي كابتن حسن حمدي موجوده في البطولة لا كان بيقاطئ أحداث رياضية قبل كده ولا كان غايب عن النادي الأهلي في احتفالات سابقة إلا لزروف خاصة جهاز الفني بالكامل راح وتوجه لكابتن حسن وسلم عليه فرد فرد اللاعبين بالكامل توجهت لكابتن حسن وسلمت عليه فرد فرد خدوا بالكو كمان في نقطة تانية في أماكن تانية ممكن يقولك إيه ده رئيس النادي السابق إزاي مش موجود مع الفريق في نفس القتيل لا سيستم العمل الإداري في النادي الأهلي ليه نظام مختلف التركيز في البطولة فيه سيستم معين البعثة الرسمية في فندق والبعثة اللي متواجدة وطلعة تساند الفريق في فندق آخر سواء شركة الكورة سواء لجنة التخطيط كابتن حسن حمدي موجود في فندق آخر هي دي مدرسة النادي الأهلي جماعة هي دي اللقطات اللي احنا نحب نبروزها عشان الأجيال القادمة لأن الفترة الحالية من خلال بعض البرامج والسوشيال ميديا الناس بتحاول تصدر مفاهيم خاطئة للأجيال الصاعدة لازم نبروزها ونطلعها على السوشيال ميديا ونتكلم عليها ونكلم ونقول ونعيد ونزيد ليه؟ لأن المفاهيم اللي اتقلت الفترة الأخيرة ضد الأهلي وجماهير الأهلي كانت كثيرة نهار دا كابتن حسن موجود مع الفريق موجود في فندق تاني غير الفندق الرسمي ليه؟ لأن فيه قواعد في النادي الأهلي الفترة اللي جاية لو فيه رئيس آخر والكابتن محمود الخطيب طالع يوسان ده هيكون موجود في فندق آخر هو دي هي دي مدرسة الأهلي يا جماعة هي دي سياسة النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي ما بيخصب بطولة ولا بيعمل تاريخ ما بيعملش ده من فراغ بيعمل ده بناء على يعني مش عايزة يعني مبادئ اللي بتزعى لبعض الناس المبادئ تاريخ النادي الأهلي عبارة عن مبادئ مبدأ زي ده هي السورة اللي بيتكلم عليه مين اللي في مقدمة الصف؟ الكابتن حسن حمدي الكابتن حسن حمدي انتو في اندق تانية وفي اماكن تانية ممكن تشوف رئيس الناد داخل بيدفع الناس في المقدمة هو اللي في صدر السورة ولكن في الاهلي لا 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 قصة مختلفة يا جماعة قصة مختلفة تماما قد تنحسن حمدي ربنا يدي له الصحة يا رب موجود مع الأستاذ تيمور وكمان أحفاد وموجودين عارف أنت سلسلة الأجيال كده اللي بتتواصل في النادي الأهلي فالحمد لله يعني فضل ونعمل عند ربنا اللي احنا عندنا أساسير ورموز بنتعلم منهم يعني إيه الاحترام وبنتعلم منهم يعني إيه الكبير بيحتلم الصغير والصغير يحتلم الكبير القواعد اللي زي دي من المؤسسات الرياضية زي مؤسسة النادي الأهلي بيبقى ليها دور مجتمع على النشأ في الفترة اللي جاء عشان كده اللقطات دي كان لازم نبروزها ونتكلم عليها لقطة الشناو مع الكابت الخطيب لقطة كانت مهمة جدا